طيب يا شابير احنا بدأنا البس وانا والستس كالد معاكم هنتكلم على حركة المؤشر خلينا نتكلم بس برضو بنظرة سريعة عشان احنا سيّلنا احنا قلنا ان احنا كان عندنا سلبية طالما احنا تحت مستويات الـ 28800 حاولنا نختاركها والحمد لله قدرنا نختاركها وكان عندنا شامعة فيوليوم قوي جداً على فيم الساعة واستقررنا فور المنطقة دي وبعد كده بدأ يحصل تزابزل بسيط جداً ولكن نازلنا في المنطقة اللي احنا بنوها عليها بلفر الوحش المنطقة اللي ما بين 29-29500 مبارح أن عندنا هدف عن 29500 ممكن يحصل تردد سعري من عند المناطق دي وبعد كده نروح ان شاء الله لمنطقة الثلاثين ألف اللي هي المنطقة الاهم اختاركها وبزخم قوي جداً احنا نحاولناها ترند الساعة وما زلنا نبحث عن اهدف جديد المؤشر عمل انعكاس من 24 ومتين وكلام ده احنا اكتلمنا فيه اكتر من مرة في فكرة الثمانتاشر الف ونقطة وعشرين الف ونقطة دي منطقة مش هنتكلم فيها ويمكن احنا كان فيه فيديو نقول فيه ده هو فيديو قاعدتين المهمين المؤشر او اي سهم صاعد لان يزمج العاكس انت دلوقتي عندك المؤشر صاعد لما بقى يحصل فيه هبوط انت اصلاً كده كده اريدها تكون خرق يروح بقى 18 ويروح 20 ويروح 25 دي مش قصتك قصتك لما المؤشر يطلع هتاخد الزخم بتاعه هتاخد الصعود وهتجنع أرباحك وبعد كده طبيع يحصل جاني أرباح واسع وبعد كده نشوفه بقى يروح لتين بلاش نقول احنا راحين لمتين الف واحنا راحين لعشرة تلقى الامور تمشي خطوة بخطوة احنا عندنا منطقة مهمة جداً جداً احنا عندها نحاول نختاركها وان شاء الله نحاول نختاركها لاني شايف الحركة اللي حصلت فوق 28 800 بتأكد الزيادة في الزخم وبتأكد قوة المشترك وبتأكد حاجات كتيبة وشوفنا اسهم سبعي زي عز وزي السويدي وفي اسهم تانية بتبتدي تتحرك ده النظرة بشكل واسع انا عملت تحديث لمعاشر التلاتيني واعتقد الفكرة هتكون في وقت عندنا منطقة النهاردة ممكن نشوف فيها تردد سعر المنطقة اللي ما بين 29 300 و 29 400 اعتقد طول ما احنا بنتدول داخلها بضعف اعتقد ممكن نشوف مثلاً رايا أو تلاج وانطير التالي ده اللي انا ممكن اكون متوقعه للحركة بشكل عام في الاسبوع ده طبعاً انا ما بتوقعش توقع كبير إلا لما يحصل اقتباط لتلاتين ألف أو لتسع وعشين سبعمية وبابسكوري فوق منها وبوليوم واشوف اغلاق كمان فوق منها فبالتالي يكون اللي تحت ده كله انتهى وابتدي صفحة جديدة في الموجة جديدة وان شاء الله بقى هدف جديدة فوق بقى 30 34 36 ومص اللي هو اعتقد ان هيكون اهم هدف في الفترة اللي جاي هنسمع أستاذ خالد سابعاً وبعد كده نعمل انا أستاذ خالد كم حاجاتين فضل أستاذ خالد ما قدرش يا فندم اتكلم بعد كل كده من انتهى احنا نظرتنا تقريباً متطبقة من غير اي اتصال ده ربنا في خلال اليومين انا سابقتك في عمل الفيديو اقل 14 سنية اول مرة في حياتي اعمل فيديو ديئتين وعشرين سانية اه نفس الكلام بالزبط اللي اني اه انت قلت ان انت عن 29 350 انا قلت ممكن نشهد بعض الضعف البسيط لحد منطقة 29 مية ده لو حصل لو حصل 29 مية خلي اتفع على نقطة مهمة قوي انا مهمنيش هو هينزل لحد فيني انا يهمني هيغلق فيه ودي النقطة اللي انا وانت هيغلقين عليها اه نتكلم على منطقة اه اهم حاجة هيغلق فيها الاغلاق الاغلاق عند مش اقل ان شاء الله يعني ان شاء الله عندنا اه على البتالي الموجي عندنا صعود قوي اه الصعود ده عمل بنا اختراق بموجة ثلاثة اه تصحيحها حاليا حاليا احنا في طرف موجة ثلاثة زغيرة جدا على فريم الساعة والربع ساعة بينا اه في طرف موجة ثلاثة ممكن نعمل تصحيح عراضي او ممكن نعمل تصحيح اه بسيط مئة نقطة مية وخمسين نقطة او اه اكتر او اقل حصل بقى ترده بالسوق وبعدين حيب عندنا موجة خمسة هتيجي بمتاد لحد منطقة ان شاء الله يعني اه منطقة 29 تسعمية 30 تلاتين خمسمية منطقة 30 الف هنطلع نختبئها اه علشان نختبرها بقوة ونعدي بشامعة سيولة لازم الموجة خمسة دي تبقى فيها اه نسبة انتداد الموجة خمسة على فريم ربع ساعة انا بتكلم على موجة خمسة على فريم ربع ساعة اه طبعا اه طلبت من الاستاذ العالي ان هو ممكن لو نفتح الشير اه ونبين بعض التباين في حركة الاسهم علشان نكون من مجموعهم حركة المؤشر عموما سهم السي اي بي عندنا حركة رائعة آآ هيتحركها خلال الجلسة دي آآ عمل موجة آآ رسم موجة كده بشكل ظريف آآ هيبدأ في موجة صاعدة تلاتة النهاردة ان شاء الله يعني عانت برضو فريم ربع ساعة وفريم خمس دقيق هتبقى واضحة التفاصيل بتاعتها ان شاء الله يعني آآ انا عايز انتزم بكلام الاستاذ علي مش هينفع آآ نتوقع احنا اي صفقة هنخشها آآ تسعونة زيرو او تي وان ستوب لوس ستوب لوس ستوب لوس ستوب لوس ستوب لوس واضح جدا وخصوصا على الفريمات السغيرة زي الخمس دقيق والربع ساعة آآ آآ ده كلام مفيش بي جدال يعني آآ فريمات الربع ساعة والخمس دقيق ستوب لوس بتاعها واضح جدا في كل الاسهم آآ سهم بيلتون آآ ده حيعمل برضو مجسع ايضا ان شاء الله تعليق ستوب لوس واضح على سي اي بي عشان كلامنا يكون واضح سي اي بي عشان تشتريه يحصل اختراق الاول ونستقر فوق المنطقة الصفة اللي انا كنت عاملها فاكر تحديث عشان تشتريه حد الان احنا ما عملناش اختراق عشان ما تقولش احنا دخلنا قلنا نشتري لازم يحصل اختراقه في فوليوم الاول وبعد كده تستهدف الشراق احنا بلون لسا انها منطقة كامياء ستوب لوس مطقة كامياء ستوب لوسيقى اربعة وتمانين اربعة وتمانين اربعة وتمانين اه تلاتة وتمانين ومص لا انا عشان تلاتة وتمانين نقفل فوق تلاتة وتمانين بشامع قويه ده اللي يهمني ويكون زي الفرق اه تكون تريند الفرق الهابت ده اللي هو الصغير ده تم اختراقه بس اهم حاجة يكون اختراق بزخم يعني ما يبقاش اختراق بضعف وتقول لي لأ ده حصل اختراق لا يختراق بزخم وتحس ان فيه تنفيذ قوي جدا جدا ومبارات الفراليوم تحت بتجبر على الفرامات الصغيرة ها وبعد كده تقول مثلا احنا اه نخش نشتري والدنيا هتبقى تماما ده اللي انا بس ايه ده اللي انا عايزه في السام في الوقت الحالي بس اه انا فتحت شير مش عارف ان كان زاهر عندك يا سيز عالي اه اه زاهر اه اه الشاشة نفسها اللي ظهر صح اف templates. اه 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 هنا هنا عملنا وجه واحد اللي انا بتكلم عليها على فريم اه زغير هنا فريم الساعة عملنا وجه واحد اتنين بطلقين في تلاتة زي ما حدرتكم شايفين اه بيبدأ الزخم يتكون هنا اه واحد اتنين زغيرة تلاتة اه اه هي واحد اتنين زغيرة وهيبدأ في رحلة تلاتة تلاتة دي هتاخد واحد اتنين تلاتة اللي هي الحتة اللي الاستاذ علي بيقول عليها نختاركها بقوة. اول ما هنفتح ان شاء الله سنة صغيرة تريحة ان شاء الله يعني حسب التحييل الموجي. وبعدين نطلع نختارك المنطقة دي بزخم اربعة وتمانين تلاتة وتمانين وشوية. وبعدين هيكمل الطرف ان شاء الله يعني. ان شاء الله لمنطقة اربعة وتمانين تسعين. وبعدين نبدأ نشوف تصحيحة قوية لان هنا اه جال اه لتصحيحة موجة اتنين. جات بشكل العرضي. تصحيحة الموجة اربعة هتبقى اقوى شوية. بس ان شاء الله مش هتجيب قاع واحد اللي هو اه تلاتة وتمانين ان شاء الله يعني اللي احنا هنبدأ منه النهاردة. مش هتجيبه ان شاء الله. وبعدين نبدأ نستهدف اه موجة ان شاء الله خمسة اللي احنا ما نعرفش هتبقى مقاسة قدقين. اه اه ولا ابتدادها ممكن. اه وده اللي هيعزي سعود المؤشر النهاردة الحقيقة. اه انا هنا اه. اه اه طبعا طبعا احنا واقفين في الحتة دي دلوقتي يا شباب. اه وبنقول ايه? ان احنا عندنا المنطقة دي هي هتبقى في نص موجة ثلاثة. ده هيبدأ يتحرك معنا العملية في اربع شمعات. ده في ريم الساعة. اربع شمعات شمعة اتنين تلاتة اربع ساعات. اللي اربع ساعات ده لو قدروا يوصلوه لمنطقة اتنين بزخم قوي وفوليوم قوي. كده احنا بنتكلم ايه? ان احنا هنكمل موجة ثلاثة الاخيرة ان شاء الله. اه ونوصل لمنطقة للخمسة وتمانين جنيه تقريبا. اه التجاري الدولي اه اطار حركته رائع. احب اه اضيف اه سهم من الاسهم التقيلة جدا. انا حافظه طبعا. هنا بنتكلم في اه موجة واحد. اشتغلت يعني اشتغلت في اسكلبج لما حايته. اه انا انا ناوي اطلع ببفكر والله من كتر توطر المؤشر. يعني اه بس ده بني وبينك يعني احنا بمكالمة مش عارفة اتنشر ولا لا. اه من كتر توطر المؤشر بفكر اه ادخل فيه اه بالمحفظة كلها زيرو النهاردة. طبعا ده كلام خطر جدا محدش يعمله. اه اه الاطار الحركة ده بطيء جدا في بلتون محدش اشتغل عليه كده يعني. بس بلتون مميز فيه ان لو انت لاحظت هتلاقي ان الزخل بيزيد في الحركة دي وده الايجابي في الموضوع يعني. اه ما هو. اه ما هو. اه بص هنا بيعزز. بص هنا انت عندك المنطقة هي ده بداية موجة ثلاثة. اه قريدي في بداية موجة ثلاثة. لو فتحت تفاصيل موجة ثلاثة ده. قاعة اثنين ده مفهوش جدال يعني. قاعة اثنين ده مفهوش جدال. اه اللي هو يعني ده مفهوش جدال. اثنين اثنين خمسة وتمانين اثنين 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 تمانين. حلو. اه في العموم في العموم هنا حتى موجة ثلاثة هنا يا استاذ علي لو انت فتحها. تعالي بص هنا فريم ربع ساعة بقى. عمل ايه? عمل واحد اثنين بيحضر لها. انا في تأجيري هنا انا في تأجيري هنا دي كلها كده على بعضها واحد اثنين جاية بالعرض. اثنين جاية بالعرض واحد اثنين. في تأجيري النهاردة النهاردة تي زيرو دي ها? تلاتة. ايه الشمعة اللي قبل منك. عربعة. فيه سيولة داخلة لسا. في سيولة هنا. اه في سيولة هنا بتنتص زي ما حضراتكم شايفين. بتنتص هنا. هنا طبعا السيولة بيعية زي ما حضراتكم شايفين? السيولة هنا بيعية اللي هي قاعة تنين. وبدأنا هنا نعمل زخم جيد يوم الحد. ساعة ونص وبعدين يوم الحد. الساعة واحدة خمسة واربعين. ده بيعزز الصعوب. الساعة ما بصر حضراتكم عامل اغلاق فوق. طبعا لن بيش بقول انا بدردش مع علي. بدردش مع ايك يا استاذ علي. ايه دي دردشة احنا بداش توصية. دي دردشة احنا بناتكلم على الحركة. دي دردشة في تدعم صعود المعاشر. احنا شفنا سويدي. شفنا عيز. شفنا بلتون. بتشوف سي اي بي. كل الكلام ده في اطار ان الحركة ما زالت على المعاشر ايجابية. طالما ما كصبش تمانية وعشرين تمنمائة. مفيش سوق بدون اسكو بلوس. اه. انا دخل بفكر هنا يا استاذ علي بص حركة الشمع هنا. الاغلاق هنا شوية كفوليوم بقى. بقى اقول انه ممكن يجيب التصحيحة لحد هنا. حتة صغيرة جدا عشان يخوف الناس. يخوفهم اه. هو قفل تسعة اربعة وتسعين. تخويفة كده حلوة تسعة تسعة اتنين وتسعين. تخويفة الزنطوطة اربعة اربعة اروش. بفوليوم قليل. لحتة دي هتبقى الفوليوم قليل قوي. اول ساعة النهاردة في الجلسة. وبعد ما يلم الاسهم. تتلم الاسهم من اتنين تسعين. اول ما تتلم الاسهم يلا بدينا بقى تكمل بقى فوق. فيعني الكلام ده حيحصل اول ساعة ان شاء الله في الجلسة. آآ طبعا انا فتحت ساهمين. انا ممكن افتح طلعت وممكن افتح كله. آآ الايجابية تقريبا في كل الاسهم. كل الاسهم. آآ بعض الاسهم انا كده فتحت واحد اتنين ايجابية. انا هفتح واحد سلبي يا سيز اه علي. انا اي اسفة. اه. هفتح واحد سلبي شوية. مش سلبي قوي. طبعا مش سلبي قوي. آآ لحظوا حضركم هنا آآ مبكو. مبكو هنا عمل ايه؟ آآ عمل موجة واحد اتنين. تلاتة واقف عند الفجوة دي اه. تلاتة. اربعة شايف الوردر بلوك ده. اربعة. هيبقى ينزل عند منطقة آآ تلاتة واربعين مص تقريبا. مبكو عن موجة تلتة ممتدة. يعني اللي انت شايفه من اتنين لتلتة ده هيبقى واحد من تلاتة. مبكو انا اتوقع ان ديها تبقى. والله. اه. يعني انا شوف الموجة التلتة ممكن تيجي مقتدة في مبكو. لان لسه الموجة التلتة دي خجولة قوي على انها تكون انعكاس. فده ممكن يكون واحد اتنين واتنين دي ممكن تغلس شوية لتلاتة واربعين تلاتة واربعين ونص وبعد كده نشوف بمية حلو. طبعا يا شباب للمرة اليوم. موجة التانية وواقفة اتسارة بالنسبة لنا في مبكو. اتنين واربعين ونص. اه ممكن نشوف اتنين واربعين. وده يبقى اتنين من تلاتة. يبقى ده واحد اتنين ونشوف بم بقى تلاتة اللي ممكن تودينا. انا شاف نموبو كوي يعني اعتقد ان هو هي يقلل للحاجة. ممكن اه. اه ممكن السيناريو يجابي. ممكن السيناريو بيجابي زي اللي بيقول. اه. ممكن السيناريو بيجابي. طبعا طبعا. طبعا. انا هنا بقول الاستاذ علي انا بقول هنا كده. انا عن نفسي شايف كده. تمام? انا ايسا. شايف كده. اه. استاذ علي بيقول لي ايه? قد نمتد في مجة ثلاثة تبقى كده. اربعة تبقى كده. خمسة تبقى اربعين مسلا. مسلا يعني. اه اي امكان بقى خمسة. لان خمسة دي دايما احنا محدش يقدر يعرف اطارها قد ايه. فالاستاذ علي بيقول ان احنا ممكن نمشي. خمسة هنا مش هتبقى معقدة وهتبقى قوية لان الموجة الاولى جات خجولة. فهيحصل تبادل بين المجتين. فطبيعا ان الموجة الخمسة هتبقى قوية. بس هو الفكرة كلها برضو ان انا عايزين في مبكو نستقر في ستة اربعين جنيه. اه لسبعة اربعين من منطقة الغلسة دي. عايزين برضو نختاركها. ايه. ايه. ونطير يعني. لان هي دي اهم منطقة عرض احنا يعني بنواجعها. افقد اختراكها وبقوة. اه يعني خلص بقى حتى لو السام رد بعد كده هيبقى ده بالنسبة لنا دي اول موجة من امتداد صاعد يعني. اي تراجع بعد كده الستة اربعين ساور بيين هيكون استداف شرائي ان شاء الله. بس اي تراجع. ان شاء الله. اه انا انا اميل للسيناريو ده سيناريو الاستاذ علي ده سيناريو بتاعك علي. اه انا هنا اميل للسيناريو ده. لا اسباب خاصة باحجام التداول. اه اللي ممكن نشوفها بقى ونرقبها النهاردة. النهاردة. يعني اوه. اه. فيعني انا اميل لده. اي ده ما بقولش ان ده او ده اللي كنسوا عجيه. في نقطة فنية احنا لازم نتكلم عليها. لما يكون في عندي نعكاس هو وتغييف الاتجاه. انا لازم في الموجة دي اطلع فوق السابعة بين جنيه. لازم اطلع. ان شاء الله. فده اللي يهمني. لعيني انا لو ما قادرتش اعمل ده يبقى ده انعكاس ده خجول جدا. ما يديش ربط يتفعل كويه لسه. فانا عشان كده بميل لوجهة النظر. انا نشوف ربط فعله اقوى للسه. وحركته على فكرة كويسة. بنتكلم ان نعمل خمسة في المية مبارح كويس قوي يعني. وبرضه مبكو مضبوط عليه قوي يعني. فاعتقد وبرضه مدساشن عليه في جامعية عمومية وفي كلام عن كوبون. فده بيعزز الحركة على السام كمان يا. واحنا في ناس كتير قوي محفوصة فيه. اه في كل في كل الاحوال في كل الاحوال اللي عارف حضرك يا عصيز علي. هو ايجابي في كل الاحوال. اه في كل الاحوال ايجابي. اه. اه. حد ده بقى عنده سؤال يعني الاطار السوق كل يا عصيز علي تقدر ترسم عليه الموجات. اه وتبقى عندك ستوب لصك وتقدر تتحرك بمنتهى السهولة. ما فيش اي مشكلة. اه انت عارف ان انت في موجة اتنين في تصحيح ده لو سهم متأخر قوي. اه عندك في موجة تلاتة اه لو سهم سابع عندك موجة خلصت. يعني اه مسلا في الاسهم الواحد من الاسهم اللي خلصت اه بضعف. مش هقول بضعف او بقوة يعني. اعمل ستة في المية يعني. ابكوا مسلا يا عصيز علي. ابكوا ده بسه. اه هو طبعا الانتدادات دي. احنا مسح بس الحتة دي. التحليل والموجن كده. اه اللي بدأ منه. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هل دي خمسة? وهيصحح ايه بسي? ولا دي بداية خمسة? اللي هيعرف يعمل منها? واحد. واحد اتنين جواه بقى. واحد اتنين. تلاتة. فاحنا النهاردة ممكن نشهد اندفاع في ايه بكو? ممكن نشهد اندفاع. خلينا نتفع على حاجة. خلينا نتفع على حاجة برضو. انت معظم الكلام بتاعك. انت بترشح السيناريو القطرية. يعني انت بترشح ان السيناريو يكون قطرية. وده اكتر سيناريو متحفظ. انا ممكن اكون باميلي الناحية التانية اللي انا عشوف انتدادات في الموجه التالية. فده بالنسبة لي. اه. فانا بشوف ان ده كل واحد من تلاتة. وليس ساطير. فهو. عندك حق طبعا. اه. عندك حق طبعا. ده بقى عشان ما خشش في جدلية انا وانت. لا دي تلاتة. لا دي واحد من تلاتة. السوق هو ليفت كلمته بقى. طبعا. انا متحفظ. اه. السوق قوي جيد. اه. خلينا بنتكلم بجدية. السوق قوي وجيد. هنقايم الحركة تقريبا. على فكرة يا جماعة. اوى السوق مش هيدين حركة ايجابية لا نهيت الاسبوع. مع الاخلاق الاسبوعي ده. يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه احنا بنتكلم عن ايجابية. لكن اغلاق الاسبوعي ده هيبقى مهمة قوي. الاسبوع اللي احنا فيه ده. لان ان شاء الله احنا عايزين اغلاق الاسبوع ده يطلعنا فوق العبك اللي احنا فيه تحت منه 29 سبق مية ده. احنا عايزين انه نطفق منه بحيث ان احنا لبقى واخدين نفسنا بقى. ان احنا خلاص السوق رايح رايح ان شاء الله. وبرضه انا شايف ان السوق رايح رايح. بس برضه عشان نكون متحفزين لازم نسعد في 29 سبق مية وبقوة. زي ما كنا بنقول 28 سبق مية محطة قوية. 29 سبق مية محطة قوية ايضا. والمشتري موجود. وده واضح. المستساعة موجودة. وده واضح. في حاجات كتيرة قوي بتدعم الصعود. واحنا عارفنا او لا. بدون الدخول بقى بتفاصيل من انخفاض كمه العملة. وحاجات كتيرة قوي تانية. وبرضه جزء من التحوط. فده برضه بيدعم البورسة في الفترة اللي جاية. اه. الشيء الوحيد السلبي هو الفايدة. وما اعتقدش ان الفايدة الناس كلها بقت مهتمة بيها في الفترة دي يعني. يعني مكون محدش بقى مهتمة بالقوعية للدخلية. بالشكل واضح جدا في الفترة دي. لانه كله بقول لك لأ انا نحط الاسم بتاعتي في البورسة. والبورسة في مكان كويس. هتديني على الأقل لنفس الفكرة. لكن هو بيتحوط من انخفاض قيمة العملة. رغم ان احنا اتكلمنا اقتربة مرة ان العملة مش هتنخفض بشكل حالي. ولكن الناس الآن يعني. وده حقوم كمان مع صعودة ده بالغم وبره في السوق المصري. وحاجات كتيبة قوي تانية. طيب احنا بس عشان ما نطولش ونقعد كتير قوي. حد عنده سؤال سريعا قبل منافل. احنا عدنا كتير. احنا بقالنا تلت ساعة. حد عنده سؤال قبل منافل سريعا? طيب. استاذ خالد عندك تعليق سريع قبل منافل? اه والله اه كنت اقول حتة صغيرة كده الحتة بتاعت ال انا امين ليه للسيناريو الكتريات في مناطق المقاومة. يعني اه في بياع في بياع. وامين للسيناريو الكتريات في مناطق المقاومة للأسجاب دي. اه ده في العموم احنا شوفنا كترية كبيرة جدا وعملاقة من اربعة وعشرين مية لتسعة وعشرين ستمية في مناطق دعم. يعني احنا بنشوف كتريات في الدعم وبنشوف كتريات في الانا بوجة نظر يعني. وبنشوف كتريات صغيرة في المقاومة. نتيجة توطر السيولة وفئات المستثمرين المتوترة. سواء كان المؤسسات العربية المؤسسات الاجنرية. آآ الافراد المصريين. عندها قوة آآ واضحة جدا في المؤسسات المصرية. ولكن القوة عشان تبقى آآ موجات دفعة مش سيناريوهات كترية اطاقا. لازم يبقى على الاقل عندنا كنين فئة من الفئات. آآ تكون مشتروة بقوة. ده اللي بيخليني يميل آآ للقطريات في الصعود. آآ مش بس التاريخ اللي في فئة التلات شهور. اللي احنا تقلمنا منه جميعا يعني. آآ لكن آآ لكن خلينا نأكد الايجابية آآ بعد ما مجموعة من المستثمرين في فئة المستثمرين تخش آآ بعد تلاتين الف وشوية. وبعدين يحصل تهدئة. ركزوا في الحتة دي قوي. هيحصل تهدئة ها؟ بعد ما نطلع لازم نعمل ايه؟ آآ نطلع مخترق. بعدين ننزل نعمل تهدئة شوية. وبعدين نبدأ نكمل صعود تاني. فالحكاة بتاعة التهدئة دي. يعني آآ في النموذج القطري. انا عن نفسي آآ عن نفسي تألمت بشدة. آآ في الصعود. في التظهر التوتال الموجة من اولها الاخيرة. آآ وبارجع اقول يا ريتلي كنت عملت عليها يعني. او عملت عليها. فانا آآ بخطتي يا أستاذ علي في التداول. آآ حميل ان انا آآ هعمل في المناطق الانتفاعات القطرية. ده بالنسبة لي. طبعا انا انا متداول صغار جدا. محفظتي ده تتجاوز عشر تلاف جنيه. فيعني مش هتأثر في سهم زي آآ زي سهم دي جي تايز يعني. فكده يعني. بصغر قوي المحفظة وبصغر قوي كلام وبنا ايه أسهم زغيرة. عشان بس اوريكم او آآ آآ ادي مثال بالآآ بان الموضوع خفيف بالنسبة لحد فاهم. آآ صعب بالنسبة لحد ما بيستخدمش ستابلس. ستابلس ستابلس ستابلس. آآ بس كده شكرا يا أستاذ علي. العفو عليه. اشكركم كلكم. وجلسة ان شاء الله جميلة. آآ ودي محادثة مسجلة. اللي ما لاحيش يسمعها من الاول. هيشوفها. واحي سمعها آسف. وصباحكم جميل. مع السلام. مع السلام.